بالمستقبل لأقلك شغل الفن صعب إنك تحطيلك قواعد الفن بده شوية حرية مية بالمية ومعنى الحرية خاصة إن إحنا بنشتغل الدراما التلفزيونية للبيوت لازم تكون حرية مضبوطة بس ضبطة بدي يكون من شركة الإنتاج نفسها شوية تقدم عكل حال يعني معروف عنك إنك مغامر بس اللي عم بتحكي هو بنعكس كمان على الأعمال اللي بتنجوها يعني فيه أوقات مواضيع تعتبر كان التبو بالمجتمع العربي معهد التبو بس بعدك محافظ نوعا ما بس المنتج بده قلب قوي وإنت قلبك قوي بإشي كتير ليه ما بتطرح المواضيع الحساسي لكي حقلك شغلي مثلا بعطيكي مثل سنة 2011 كنا عم نشتغل على نص بدن نعمله بمصر عم بحكي 2011 يعني 10 سنين أو 11 سنين لورا هو خيانة المرأة للرجل حسيت من خلال أول حلقات عم نكتبها وعم نرجعها حسيت الجو بمصر ما في أريحية ناحية تقديم عمل منها النوع فعشان ما سبب أي حرج نقلت وضغي على لبنان عملت مسلسل لو نادين وعابد ويوسف الخال هلأ هالشي اللي كان من 11 سنة بطل اليوم لأنه اليوم تغيرت الدنيا يعني صار فيه نوع من الانفتاح ناحية تطرح مواضيع أجرأ شوي صحيح فالموضوع اللي هو طبعا 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 فلقينا أنه خلص المناخ هيك مريح وماشي الحال وإخواننا المصريين مرتاحين وما في حدا زعلان من حدا والحياة مكملة طمام طمام